هلا يا حرحة نسيب حرككم مع موجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زملة نادين الشرف تفضل أيدي شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جري نتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر ستكتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة طالما بقى المصريون على قلب رجل واحد جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الميلاد المجيد بكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وهنأ الرئيس السيسي جميع الأخو الأقباط بعيد الميلاد المجيد دعينا الله أن تنتهي الأزمات التي تواجه العالم أجمع كما أعرب خلال كلمتي عن أمل في أن تنتهي الأزمة في قطاع غزة ويتم التواصل للوقف لإطلاق النار ومشيرا إلى جهود مصر المتواصلة لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وجه قدصة البابا توادرس الثاني بابا الأسكنرية بطريق الكرازة المرقصية التهنئة إلى الرئيس السيسي على ثقة الشعب وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفاع عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة كما قدم البابا توادرس الشكر للرئيس السيسي على تشريفه وحضوره لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقر كتدرعية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والقلبابا توادرس عدد القداس داعيا أن يعطي الله الحكمة لكل قادة العالم من أجل أن يستيقظ ضمير العالم ومنع الإبادة الجمعية التي يشهدها قطاع غزة مثامنا الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في سبيل حال القضية الفلسطينية استشد نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين ما أدى لاستشهاد 12 منهم على الأقل وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى لاستشهاد أربعة على الأقل بينهم سيدة أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتجهيل اللاجئين الفلسطيني أونروا أن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قصرية خلال ثلاثة أشهر من بداية التصايد في القطاع وأضفت أونروا أن الأمم المتحدة حذرت مرارا وتكرارا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني للتمكن من توفير المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القصري المتواصل وأشارت إلى أن 1.4 مليون شخص يحتمون داخل منشآت الأونروا مع وجود مئات الآلاف يقيمون في جوار تلك المنشآت قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة مع استمرار العضوان الإسرائيليين وأضف بلينكين للصحفيين في اليونان أنه يريد التأكد من أن دول المنطقة تستخدم العلاقات القائمة لضماني عدم تصعيد الصراع أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر في المياه الدولية قرب سفن تجارية وجاء الحادث بعد أيام من تحذير مجموعة من 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة قوات الحوثي في اليمن من مواصلة هجاماتهم على السفن في الممر المائي وعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة يو اس اس لابون أسقطت دفاعا عن النفس طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها قوات الحوثي قال مدير البنك المركزي الأوكراني أنريا بيشني أن كييف ستظل تعتمد بشكل وثيق على المساعدات المالية الدولية وضف بيشني أن اعتماد أوكرانيا الحاسم على المساعدات المالية الدولية لا يزال قائما ولا يمكن التقليل من دور هذا المصدر مشددا على أنه مهم بشكل أساسي لبنسبة لبلاده كما وصف مدير البنك المركزي الأوكراني العام الماضي بأنه غير مسبوق وصعب للغاية ختم مجزء التاسعة فواصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر